قeze الثالث هو مرض مناعتي الداتي للمنعات يتهاجم الانه قول اهلا نقول اهلا 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 تتعرك على البويسيرات لاعزة هي بالنسبة للجسم يصل على هذه الطريقة اهلا لل效وية التعرك للحقيق في تنجز اليوم ثلاثة الشعر وكتكون سبب على أنها تسولد واحد التهاب حول هذا البويسة للشعر اللي بتريغة يؤدي سقط ذلك الشعر في ذلك المنطقة اللي تقاصص بهذا المشكل هذا وهذا المرض هذا إذن واش تسيبغي الشعر واللي قدار يسيبغي الجسم أخرى أي بلاسة فيها الشعر كيسي باضافة هذه الشعر الحجبان الحياة عند الرجال وأي منطقة في الجسم اللي فيها الشعر ينسح البيطان يدين الرجلين العانة دونك أي شعر ممكن أنها تقاص أي بلاسة فيها الشعر في الجسم ممكن أنها تقاص هنا هو واحد المرض منعاتي خاص بالمنعات التي تهاجم البويسة للشعر في المكان طيب قبل أن تحتوا أكثر على التعلبة اللي هي عند الرجال أكيد العلاج تصاب بها بعض الناس والناس أخرين لا يعني واش عندها شي علاقة مع الميراتة أو الجينات أو عوامل إلى غير ذلك إفكتباً التعلبة هي ممكن أن تقص أي واحد ولكن كان عوامل حالا نقوله محفزة أو على أن المريض سيجيه التعلبة سيسر أنه كان عوامل جينية لأنك ألقاه في الغالب في نفس العائلة الأب أو الأم أو الخالة ليس واحد سيختم اللي يكون قريب يعانى من هذه المشكلة للتعلبة النسبة المئوية للطيفل أو الإنسان اللي من العائلة يتصاب بالتعلبة كتكون أكثر من واحد عادي اللي ما عنده تواحد في الغجل أو في العائلة دياله ما عندهش كان عامل ديالسترس اللي هو عامل قوي كذلك في جميع الأمراض المناعتية بما فيها التعلبة في الغالب كالقاوة على أن ذاك المريض اللي يجاب بواحد البقعة صراعية على مستوى في أي مستوى سيغط الشعر أو للحياة كيكون داس بواحد الفترة اللي هي كان فيها سترس بزاف طالع بزاف لأن من يكون سترس والقالق كي تسمى سترس تافيزي كيني تالجسم ديالنا يعيش داك السترس المناعة ديالنا كتتربق ما كتبقاش خدامة هي هاتيك سكيفي كنكونوا أكثر عرضة على أننا نديفلوبي أي مرض منعتي بما فيه المشكلة ديالمرض مرض تعلبة طيب ذكرتي الطائف لأشخاص اللي كبر السن يعني كيمكن تجي في أي سن وعند جميع نساء رجال على حد سواء يعني أي واحد ممكن يتصاب بداء التعلاب الاطفال كنشوفوا عندهم بزاف هاد المشكل هاد المرض هادا من قد نقول على أن الاطفال العامل اللي بغانتي يكون شوية غالب ماليه يعني مشي بحال السغس لك يعيش الكبر ما كان كان عند كل شي والتعلاب مختلفة في الأشكال ديالها كان بزاف الأشكال للتعلاب من خفيفة حتى القوية من الموضعية حتى كتقية الجسم كامل وكان شي نوع اللي كيكون فيها خطير بزاف كان كان أنواع مشي خاطر بحداته يعني الصعب في العلاج هو ما كيأترش على الحياة للإنسان ما غادي أترش على يعني حيث ما فيش قاعد آراد يعني ما كي أن الواحد قد شعر دياله كيأتر نفسيا يعني والتأثير دياله هو سيخته تأثير نفسي نفسي أكتر أكتر ولي كيأتر بزاف على الحياة اليومية ديال المريض سيخته عند الأطفال بني كيتقاسوا فيهم الأطفال والصعوبة دياله كتكمن في العلاج دياله